موسيقى أعزائي طلبات وطالبات الصف 11 أدبي أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من دروس الرياضيات وهي بعنوان الأسوس النسبية انتظرونا بعد فاصل موسيقى أعزائي الطلبة والطالبات عدنا بعد الفاصل ونعود إلى موضوع حلقتنا لهذا اليوم الأسوس النسبية الصورة الجذرية والصورة الأسرية نأخذ أعزائي الطالب الجذر التربيعي للعدد 25 إذا كتبناه بالصورة الأسية وهو عبارة عن 25 أس نص نأخذ مثال آخر الجذر التكعيبي للعدد 27 نفس الشيء ممكن أننا نكتبه على صورة 27 أس ثلث إلى تمرين آخر ومثال آخر الجذر الرابع للعدد 64 نفس الشيء ممكن كتابته على صورة 64 لكل أس ربع لاحظ عزيزي الطالب الأسس المرفوعة للأعداد بالصورة الأسية وهي عبارة عن دليل الجذر إذن في الصورة الأسية يصبح دليل الجذر مقاما للأس كما هو مبين بالجدول الذي أمامك إذن ممكن أن نعرف الجذر النوني عبارة عن إذا كان ألف عددا حقيقيا ونون أكبر أو يساوي الأثنين فإن الجذر النوني للعدد ألف يرمز له بالرمز الجذر النوني للعدد ألف ويساوي عددا حقيقيا با بحيث با أسنون يساوي ألف إذا كان الجذر النوني للعدد ألف هو عددا حقيقيا وميم عددا صحيحا ونون ينتمي إلى الأعداد الصحيحة الموجبة ونون أكبر أو يساوي الأثنين فإن الجذر النوني للعدد ألف يساوي ألف أس واحد على نون لاحظ عزيزي الطالب أن دليل الجذر هو مقام الأس ننتقل إلى خاصية أخرى الجذر النوني لألف أس ميم يساوي ممكن كتابته على صورة الجذر النوني لألف الكل أس ميم وأيضا ممكن كتابته على صورة أخرى عزيزي الطالب وهي بصورة ألف أس ميم الكل أس واحد على نون لاحظ عزيزي الطالب عندي أس داخلي وأس خارجي الأس الداخلي وهو ميم والأس الخارجي واحد على نون وممكن أن نكتبع على صورة ألف أس ميم على نون نأخذ عزيزي الطالب الجذر النوني لألف أس نون هنا تنقسم عندي إلى نون لما تكون فردية ونون لما تكون زوجية لما يكون دليل الجذر وهو نون زوجي فإن الجذر النوني لألف أس نون يساوي مطلق الألف ولكن عزيزي الطالب إذا كان دليل الجذر وهو نون عددا فرديا فإن الجذر النوني لألف أس نون يساوي ألف إذا كان نون عددا فرديا ننتقل إلى المثال الأول بسط كل من التعبيرات الجذرية التالية عندي أمثلة رح أبدي أحلها واحد واحد نبدي بالسؤال الأول الجذر الرابع للعدد واحد وثمانين يساوي طبعا نشوف عزيزي الطالب المجذور واحد وثمانين نحوله إلى صورة أخرى بحيث أنه نحول واحد وثمانين إلى العدد مرفوع لأس نحن نعرف أن الواحد وثمانين عبارة عن ثلاثة أس الأربعة إذن الجذر الرابع لثلاثة أس أربعة وممكن أن نستخدم الخاصية الجذر النوني لسين أسنون عندي هنا دليل الجذر شفيه؟ زوجي إذن نستخدم الجذر النوني لسين أسنون يساوي القيمة المطلقة لسين حيث نون عددا زوجيا يساوي القيمة المطلقة للثلاثة يساوي القيمة المطلقة لعدد موجب يساوي نفس العدد اللي هو مطلق سين يساوي سين حيث سين أكبر أو تساوي الصفر يساوي الثلاثة ننتقل عزيزي الطالب إلى مثال آخر من بسط كل من التعبيرات الجذرية التالية الجذر الخامس للعدد سالب أثنين وثلاثين عزيزي الطالب نحول المجدور إلى الصورة الأسية بحيث نخلي السالب أثنين وثلاثين بصورة سالب أثنين لكل أس الخمسة حيث أن الأس يساوي دليل الجذر يساوي الجذر الخامس لسالب أثنين لكل أس خمسة لاحظ عزيزي الطالب أن الجذر فردي والمجدور عددا سالب يساوي الجذر الخامس لسالب أثنين أس خمسة يساوي سالب أثنين ننتقل إلى مثال آخر بسط كل من التعبيرات الجذرية التالية أيضا الجذر الرابع للعدد سالب 16 لاحظ عزيزي الطالب أول ما نشوف نشوف دليل الجذر دليل الجذر شنو؟ عدد زوجي نزين بما أنه عدد زوجي والمجدور عدد سالب وإحنا قلنا المجدور لازم شنو؟ ينتمي إلى الأعداد الصحيحة الموجبة اتحاد الصفر وسالب 16 ينتمي إلى شنو؟ إلى العداد الصحيحة السالبة إذن هنا على طول أقول أن دليل الجذر عدد زوجي والمجدور عدد حقيقي سالب إذن الجذر الرابع لسالب 16 لا ينتمي إلى الأعداد الحقيقية ننتقل إلى مثال آخر وسالب الجذر الخامس للعدد 243 نفس الشي نكتب المجدور بالصورة الأسية وهو يساوي سالب طبعا السالب عزيزي الطالب لاحظ أنها بره الجذر فننزل أول شيء سالب بعدين ننزل الجذر الخامس لثلاثة أس الخمسة دليل الجذر يساوي الأس إذن يساوي الجذر النوني لسين أس نون يساوي سين حيث نون عدد فردي إذن يساوي سالب الثلاثة ننتقل عزيزي الطالب إلى تمرين آخر وهو بسط كل من التعبيرات الجذرية التالية وتمرين الخامس الجذر السادس للعدد 64 سين أس 12 لاحظ عزيزي الطالب أنه إحنا نكتب المجذور على الصورة الأسية بحيث يكون الأس مساوي لدليل الجذر أو من مضاعفات دليل الجذر إذن دليل الجذر ستة إذا ممكن كتابة 64 بصورة أثنين أس الستة وممكن أنه إحنا السين أس 12 ناخذ الأس نحلله بحيث يكون نفس الشي أحد العوامل مساوي لدليل الجذر اللي هو أثنين في الستة إذا ممكن كتابته الجذر السادس لأثنين أس الستة مضروبة في سين أس اثنين لكل أس الستة لاحظ عزيزي الطالب أن الأسس متساوية فممكن كتابته على صورة أخرى الجذر السادس لأثنين سين أس اثنين الكل أس الستة يساوي الجذر النوني لسين أس نون يساوي مطلق سين ليش خذينا لأن نون عدد زوجي الستة عددا زوجيا إذن يساوي مطلق أثنين سين تربيع يساوي أثنين سين تربيع بما أن السين مرفوعة لكل تربيع إذن تطلع مثل ما هي أثنين سين تربيع ننتقل عزيزي الطالب إلى مثال آخر وهو مثال رقم أثنين أكتب كل مما يأتي بالصورة الأسية عزيزي الطالب نبدأ في تمرين رقم واحد الجذر التربيعي للعدد خمسة يساوي خمسة الكل أس نص استخدمنا إحنا عزيزي الطالب الجذر النوني لسين يساوي سين أس واحد على نون لكل سين أكبر من الصفر نأخذ تمرين آخر وهو الجذر الخامس لسين أس ثلاثة يساوي سين الجذر الخامس لسين الكل أس ثلاثة يساوي ممكن كتابته بصورة سين أس خمس لكل أس ثلاثة يساوي سين أس خمس في الثلاثة اللي تساوي ممكن إن إحنا نضرب الأسس نقول سين في خمس سين لكل أس خمس في الثلاثة يساوي سين أس ثلاثة أخمس ننتقل عزيزي الطالب إلى تمرين آخر وهو تمرين رقم ثلاثة الجذر التكعيبي للعدد واحد وثمانين سين أس ثلاثة نبي نكتبه إحنا بالصورة لوسية إذن نستخدم الخواص اللي تم إحنا خذيناها من قبل في الحلقات السابقة الجذر التكعيبي لسين في صاد يساوي الجذر التكعيبي لسين ضرب الجذر التكعيبي لصاد يعني ممكن إن إحنا نقول الجذر التكعيبي لواحد وثمانين مضروبة في الجذر التكعيبي لسين أس الثلاثة يساوي الجذر التكعيبي لي الواحد وثمانين هي ثلاثة لكل أس الأربعة في صورتها الأسية في الجذر التكعيبي لسين أس ثلاثة يساوي ممكن أننا عزيزي الطالب نستخدم الجذر النوني لألف أس ميم يساوي ألف أس ميم على النون يساوي ثلاثة الكل أس أربعة على ثلاثة في سين اللي هي ثلاثة على ثلاثة يعطيني واحد الأس ثلاثة أس أربعة على ثلاثة سين ننتقل عزيزي الطالب إلى تمرين آخر وهو أكتب كل مما يأتي بصورة الأسية نأخذ التمرين رقم أربعة الجذر التربيعي لسبعة سين أس ثلاثة صاد تربيع لاحظ عزيزي الطالب ممكن استخدام الخواص التي تم أخذها سابقاً في حلقاتنا اللي إحنا شرحناها نأخذ الجذر التربيعي لسبعة سين أس ثلاثة صاد تربيع يساوي الجذر التربيعي لسين في صاد يساوي الجذر التربيعي لسين في الجذر التربيعي لصاد وهي خاصية تم أخذها في السابق إذن الجذر التربيعي للعدد سبعة في الجذر التربيعي للعدد سين أس ثلاثة في الجذر التربيعي للعدد صاد تربيع يساوي ممكن إنا إحنا نشوف إنه دليل الجذر كله يساوي أثنين إذن أول واحدة الجذر التربيعي لعدد سبعة ممكن أن نكتبها اللي هي 7 أس النص مضروبة في الجذر التربيعي لسين أس الثلاثة ممكن أن نكتبها بصورة سين أس ثلاثة على أثنين ولكن نأتي إلى الجذر التربيعي لصاد تربيع يساوي مطلق الصاد ليش قلنا مطلق الصاد؟ لأن الجذر النوني لألف أس نون يساوي مطلق ألف عندما تكون نون عددا زوجيا ننتقل إلى تمرين آخر عزيزي الطالب وهو مثال رقم ثلاثة اكتب كل مما يلي بالصورة الجذرية ثم بسط إن أمكن ناخد رقم واحد ستة وثلاثين لكل أس ثلاثة على أثنين يساوي نبي نكتبها بالصورة عندي عمليتين رح أقعد بسويها اللي هي نكتب العدد بالصورة الجذرية بعدين نبسط نأمكن نقول يساوي ستة وثلاثين ممكن إنه إحنا الأس ثلاثة على أثنين نفكه اللي هو على صورة نكتبه بصورة ثلاثة في نص يساوي ستة وثلاثين الكل أس نص الكل أس الثلاثة وممكن كتابته بصورة ثانية اللي هي على صورة الجذر التربيعي للعدد ستة وثلاثين الكل أس الثلاثة إحنا نعرف إنه الجذر التربيعي للعدد ستة وثلاثين يساوي ستة إذن ستة لكل أس الثلاثة ممكن إنه إحنا تساوي ميتين وستة عش ننتقل عزيزي الطالب إلى تمرين آخر اكتب كل عدد من الأعداد التالية بصورة الجذرية ثم نبسط إن أمكن نأتي إلى التمرين رقم أثنين الجذر صاد أس ثلاثة ونص حيث صاد أكبر من الصفر لاحظ عزيزي الطالب أن الأس هنا بالصورة العشرية لابد من تحويل الأس من الصورة العشرية إلى الكسر الاعتيادي والثلاثة ونص عبارة عن ثلاثة ونص ثلاثة نضربها في المقام أثنين يعطيني ستة نجمعها على البسط واحد يعطيني سبعة على أثنين إذن ممكن إن إحنا صاد أس ثلاثة ونص نكتبها بصورة صاد أس سبعة على أثنين نكتب الأس بصورة الكسر الاعتيادي ثم نكتبها بصورة الجذرية اللي طلبها مننا أول شيء في التمرين إن إحنا نحول العدد إلى صورة الجذرية فصير الجذر التربيعي لصاد أس سبعة لاحظ عزيزي الطالب أن الأس أس المجذور أكبر من دليل الجذر فممكن إن إحنا نبسط هذا المقدار تحت الجذر اللي هو المجذور نفتح نحلل السبعة بحيث إنها تكون من مضاعفات دليل الجذر وهو الجذر التربيعي لصاد أس ستة في صاد لاحظ عزيزي الطالب أن الصاد مرفوعة لأس ستة ممكن إن إحنا نكتب الستة في صورة أخرى إنه يكون فيه أس داخلي وأس الخارجي الأس الخارجي يكون مساويا لدليل الجذر أو من مضاعفات دليل الجذر نقول الجذر التربيعي لصاد الستة عبارة عن أثنين في ثلاثة إذن الجذر التربيعي لصاد أس الثلاثة الكل أس أثنين في صاد يساوي القيمة المطلقة لصاد واستلافة في الجذر التربيعي لصاد لاحظ عزيزي الطالب إن إحنا طلعنا الناتج ليش بالمطلق لأن دليل الجذر عدد زوجي يساوي نرد عزيزي الطالب إلى شرط السؤال الشرط اللي في السؤال يقول لي صاد أكبر من الصفر إذن القيمة المطلقة تطلع صاد أس الثلاثة في جذر التربيعي للصاد ليش كتب نمرة ثانية الجذر التربيعي لصاد لاحظ إن أس العدد صاد اللي هو المجذور المقدار صاد اللي هو المجذور الأس أصغر من دليل الجذر إذن المقدار اللي عندي فيه أبسط صورة ننتقل عزيزي الطالب إلى البنود الموضوعية ولكن قبل البدء فيها ممكن إننا إحنا نلخص ما تم عرضة في حلقتنا لهذا اليوم وهو الجذر النوني لألف يساوي ألف أس واحد على نون والجذر النوني لألف أسميم يساوي الجذر النوني لألف الكل أسميم يساوي ألف أسميم الكل أس واحد على نون وممكن كتابته على صورة ألف أسميم على نون ننتقل إلى الجذر النوني لألف أس نون يساوي مطلق ألف إذا كان نون عدداً زوجياً وألف إذا كان عدداً فردياً ننتقل إلى البنود الموضوعية وهو عندنا نوعين من البنود الموضوعية إما صح أو خطأ أو الاختيار متعدد سوف نوظف الخواص اللي أخذناها في حل التمارين الموضوعية ظل الألف إذا كانت العبارة صحيحة وباء إذا كانت العبارة خاطئة ناخذ رقم واحد سالب ثمانية الكل أس أثنين على ثلاثة يساوي أربعة لاحظ عزيزي الطالب ممكن كتابة السالب ثمانية على الصورة الأسية وهو عبارة عن سالب أثنين الكل أس ثلاثة ونضرب الأسس في بعضها ثلاثة في أثنين أس ثلاثة الثلاثة تروح من البسط مع المقام نختصرها يعطيني سالب أثنين الكل أس أثنين تساوي الأربعة وهي عبارة صحيحة ننتقل إلى التمرين الثاني تسعة من عشرة الكل أس نس يساوي ثلاثة من عشرة التسعة من عشرة بالصورة العشرية ممكن أن نحن نحولها إلى صورة الكسر الاعتيادي وهي تسعة على العشرة نحن نعرف أن الجذر التربيعي للتسعة يساوي ثلاثة ولكن الجذر التربيعي للعشرة ممكن أن نحن الجذر التربيعي للعشرة وهو الجذر التربيعي للعشرة نفسه فتطلع الثلاثة على الجذر العاشر فتطلع العبارة عندي عبارة خاطئة ننتقل عزيزي الطالب إلى التمرين رقم 3 الجذر التكعيبي للعدد 81 الكل أس خمسة ممكن أننا عزيزي الطالب نكتبها بصورة ثانية اللي هي الجذر التكعيبي لـ 81 أس الخمسة ناخذ الـ 81 نكتبها بصورة الأسية وهي عبارة عن 3 أس الأربعة الكل أس الخمسة نضرب هنا عندي الأس الخارجي والأس الداخلي ممكن أني أنا أضربه في بعض يعطيني 3 أس 4 في الخمسة عبارة عن 20 إذن 3 أس 20 الجذر التكعيبي لـ 3 أس 20 يساوي 3 أس 20 على الثلاثة وهي عبارة خاطئة نشكركم على حسن متابعتكم وإلى لقاء آخر من حلقاتنا وهي لدروس الصف الحادي عشر أدبي مع السلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر